ذكرت صحيفة ساوت شاينة مورنينج بوست أن الحكومة الصينية عينت مسؤولاً سياسياً لمراقبة الأوضاع الأمنية في إقليم شنجان ووضحت صحيفة أن المسؤول الجديد يدعى وانج جونج تشينج وهو رئيس الحزب السابق لمدينة جانجون شمال شرقية الصين من جانبها وصفت صحيفة واشنطن بوست وانج بأن المسؤول الصيني الجديد كان ضمن الكوادر القيادية التي نالت ثقة الرئيس الصيني شي جينبين وذلك في إطار حملة القمع اللاجبية التي تقوم بها الحكومة الصينية ضد أقلية الإيغور المسلمة